إذن عدنا إليكم وبالعودة إلى المحور الثاني من حلقتنا لهذه الليلة تاريخ الأردن بالزلازل وماذا ينتظرها في المستقبل معنا المهندس غسان سويدان مدير مرصد الزلازل الأردني مهندس غسان مساء الخير مساء النور يعطيك العافية الله يسعد مساك مهندس غسان كنا نتحدث قبل قليل مع الدكتور عيد وتحدثنا عن موضوع التنبؤ في الزلازل تحديدا في موضوع الأشياء القادمة وخبرنا الدكتور أنه لا يمكن التنبؤ في الزلازل اليوم إحنا عم نحكي مع المرصد الأردني الأجهزة اللي موجودة عندنا كيف آلية عملها هل إحنا موضوع التنبؤات هاي ممكن حتى لو إحصائيا كيف ممكن يصير هذا الموضوع وكيف آلية العمل بشكل عام داخل هذا المرصد للزلازل في الأردن تمام إن شاء الله رح أجاوبك على أسئلتك كاملة في الأردن حاليا ما يزيد عن 23 محطة رصد زلزالة موزعات في مناطق المملكة ليش موزعات؟ لحتى نغطي أكبر قدر ممكن من الأحداث الزلزالية هذه المحطات الزلزالية موجودة في أماكن الخلاء البعيدة عن التشويش يعني إحنا بدنا نقيس الحركة الطبيعية للأرض اللي هي الحركة اليومية خلال 24 ساعة وفي حال حدوث أي شيء داخل الكرة الأرضية أي حركة غير طبيعية فبيتسجل عنا يعني إحنا ما منستبق الأحداث إحنا قاعدين بس منقيس أي حركة داخل الكرة الأرضية 24 ساعة المحطات بترسل إنا لمركزنا في عمان بوصل عندي بطل على الإشارة فإذا الإشارة ارتفعت عن المعدل الطبيعي معناته صار عندي خلل معين ثلث إشارات كافية ليحددولي والله إنه أنا صار عندك زلزال أو حدث غير طبيعي بيكون بتدخل العنصر البشري خلال ثوانية منحدد منطقة الزلزال ومنعلن عن الزلزال يعني حسب قوته فإحنا ما منستبق أو ما فيه نظرية علمية بتستبق حدود الزلزال الأجهزة اللي عنا اللي موجودة في المرصد هي أجهزة عالمية أحدث الأجهزة العالمية الموجودة كما نعمل نحن تعمل المراصد الأخرى نفس الأجهزة نفس المعدات نفس الانتشار تقريبا نفس السوفت وير فما فيه شيء هلأ إنك تقولي أنه أنا تتوقع أو تتنبأ هذا الشيء مغلوط أكيد الزلازل أه تفضل مهندس وصلت اليوم وفيه انتشار رهيب لرسائل تحديدا عنا في الأردن أنه مرصد الزلازل عم بيحذر مرصد الزلازل عم بيحكي كل هاي الأشياء وتحديدا أنا أهل بيتي وصلنا مسجات أنه زلزال مدمر غدا طبعا هذا الكلام أول ما أكيد زلزال مدمر رح ينهي الأردن ورح ينهي كل هاي الأشياء عم تطلع باسم المرصد عم تطلع باسم أشخاص ممكن يكونوا منتحلين هاي الشخصية ما في حقيقة وراء هاي الادعاءات صحيح؟ أنا يعني باسم حضرتك بدي أوضح هاي المعلومة المهمة أكيد إن شاء الله إن شاء الله يعني أي زلزال بصير داخل الأردن أو خارج الأردن ما في حدا بيقدر ينكره نعم إحنا منسجل الزلزال يعني صار زلزال بسوريا إحنا منسجله صحيح فالأخوان بسوريا ما رح يقولوا والله ما صار عندنا زلزال صحيح وهو شيء طبيعي يعني إحنا ليش نخبي إذا فيه زلزال ليش نخبيه نعم أو ما منقدر نخبيه هلأ موضوع ما فيه تنبؤ بالزلزال أي أني أنه أنا بعرف أنه فيه زلزال رح يصير الساعة ستة بكرة الساعة ستة أو باليوم الفلاني أو الأسبوع الفلاني أو الشهر الفلاني أو السنة الفلانية فهذا الشيء من ضرب الخيال ما فيه نظرية علمية ما فيه نظرية علمية مثبتة أو تجربة علمية حصلت في الدول المتقدمة خلينا نحكي أن اليابان بصير فيها زلزال يومي صحيح عندهم اقتصاد عالمي عندهم تطور علمي اندونيسيا ماليزيا الصين أمريكا كل دول العالم بصير فيها زلزال إلى حد ما هلا لو عندهم لو فيه شيء كان هم يشتغلوه هلا ما منعرفوا أنه فيه زلازل حصلت بالماضي أماكن منشاهدة بالعين المجردة أنه والله فيه هنا صار أماكن دمار الجيولوجيين يعرفوا أنه هذه الطبقة تحركت إلى الأسفل خلال المدة الزمنية الفلانية توارث تاريخي الناس اتوارثت أنه باليوم الفلاني صار فيه عندنا زلزال بالسنة الفلانية صار فيه دمار حجم الدمار يقدر تقدير بالماضي بالماضي كان يقدر تقدير والله من يقولوا أنه والله بالأردن سنة 1927 صار فيه عندنا زلزال كبير في نابلس صحيح طب من خبرنا عنه الأجهزة سجلته لا سجلوه ناس مشاهدات عينية ناس وارثوا من جد للإبن للإبن فبتكلم عنه ووثقته كتب التاريخ صار فيه عندنا زلزال في المنطقة الفلانيب فأنت حديث عن هاي الزلازل صحيح مهندسنا بخصوص هذا الموضوع إحنا كمان نحكي على التاريخ اللي إحنا مشينا فيه خلال أردن يعني أنا مثلا هون موجود عندي إنه في عام 1995 1995 كان في عنا زلزال بالعقبة بقوة 7.3 نعم وحضرتك تكلمت عن الزلزال اللي كان موجود في نابلس والأشياء هاي تاريخيا فهل إحنا بعيدا هل لا إحنا قدرنا نوصل للأردن هل نعتبر أو تعتبر الأردن نشطة زلزاليا تمام أنا بلشت لك بالزلازل اللي ما كنا مسجلنا على الأجهزة غلينا نيجي هلأ على الزلازل يسجلنا على الأجهزة هل فيه تغير بالنمط أو تغير شيء هل أثبتت النظريات القديمة إنه فيه عندنا زلازل في المنطقة رح نبلش زي يعني بال95 تم تسجيل زلزال في جنوب العقبة تقريبا كان يبعد 100 كم من العقبة كان الزلزال قوي جدا قوة 6 و 3 والحمد لله رب العالمين شعرنا فيه بالأردن ولكن لم يحدث أي دمار والحمد لله وما فيه خسائر بالأرواح وأثبتنا إنه عندنا البناء جيد في الأردن وليس كما يتداول أنا ما بعرف كيف يتم تداول أخبار إنه المباني في الأردن غير هاي زلزال 95 ليس من بعيد قوة قوي جدا مقارب الزلزال تركية نحن نحكي 7.3 وهو 7.8 ماشي ولكن 6.5 برضو مش زلزال هين صحيح زلزال مش هين والحمد لله ربي العالمين يعني ما صار فيه أي دمار في مدينة العقبة أو ما سنة 2004 صار فيه عندنا زلزال بالبحر كان مركزه البحر الميت البحر الميت اللي هو منتصف في الأردن صحيح يعني المفروض إنه كل أردن شعر فيه وشعرت فيه معظم الأردن والشرق الأوسط شعروا بهذا الزلزال مناطق سوريا الأردن العراق فلسطين شعروا فيه فما فيه إنه مشكلة برضو الحمد لله رب العالمين لم نشهد أي دمار يعني مختصة مفيد نعم حصلت زلازل في الماضي بالأردن حصلت مسجلة تاريخيا ومثبتة ويحصل في الحاضر يعني الزلزال أمر طبيعي ما نتخوف منه ما نطلق إشاعات إنه رح يصير زلزال باليوم السنة اللي فاتت بشهر كانون ثاني عفوا وشباط صار فيه زلازل عنا في منطقة سد ود العرب بالشمال شعروا فيه سكان إربيد والرمثة كان زلازل خفيفة قوة أربع تقريبا شعروا فيها المواطنين والحمد لله رب العالمين ما فيه خسائر ما كان فيه أي شيء سيء دليل إنه حتى الزلازل اللي موجودة عنا حاليا اللي منشهدها فهي زلازل متوسطة والحمد لله رب العالمين ما بتخوف ما بننخوف الناس ولكن هاي الطبيعة وهي اللي موجود وما في داعي للقلق وهذا حسب التاريخ في المرصد في مرصد زلازل الأردن تمام طيب مهندسنا تعقيما بس على السؤال هل تعتبر الأردن نشطة زلزاليا هلا هو تحكي نشطة زلزاليا أو غير نشطة هو موضوع نسبي نعم ولكننا نحن مش خامدين نعم نحن نسجل زلازل ولكن زلازل خفيفة زلازل في حدها الطبيعي خلينا نحكي بالنسبة لارتجاجه لتحرك الكرة الأرضية للقشر الأرضية أما أنت بدك تيجي تقارن الأردن باليابان أكيد لا اليابان كثير وضعهم صعب تركيا تركيا بلد زلزالي بلد معروف أنه فيها زلازل ومدمرة الصين بصير فيها زلازل ومدمرة احنا مقارنة فيهم ولا شيء طب بالحديث عن شدة الزلازل لهذه الأشياء مقياس اللي احنا بنسمع عنه زلزال بقوة 7.8 زلزال بقوة 6 بقوة 1 هذا كيف يعمل ما هو المقياس يعني كيف بقدر أعرف أنا الفرق بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة وإلى أي حد تعتبر هاي الدرجات مدمرة يعني أنا لما بسمع كشخص طبيعي زلزال بدرجة 6 درجات على مقياس رختر هو مدمر ما بعرف مقياس درجة 5 7 بقدر أعرف لأني شفت اليوم بتركيا المسبعة كان شيء مهول ياش الفرق بين هاي الدرجات للناس يعني بشكل علمي كيف بقدر أنا أفهم هاي المقياسات خلينا نحكي مقياس رختر كيف بيشتغل هلأ رختر هو عالم أمريكي بيشتغل بالزلازل سنة 1930 في هذه الحدود هلأ شو بصير أنا عندي الجهاز الحساس هو عبارة عن كتلة حساسة بتتحرك إذا صار في حرك في الأرض فهي بترتفع وبتنخفض هلأ هي موجة زلزالية زي ما تربع حجر أنت في المي بركة مي وبتطلع عليها بتنتشر بشكل أمواج وهذا اللي بصير في الأرض هذا نفسه اللي بصير في الأرض هلأ بتوصل الموجة عند المحطات الأردنية معروفة مكانها الإحداثياتها ارتفاعها عن سطح البحر عندي 23 محطة فكل واحدة معروفة مكانها بيوصنز الموجة بتوصل بالثانية الفلانية بالجزء من الثانية الفلانية نعم بنعمل حسبتنا الرياضية هلأ حسابات رياضية حساب مثلثات مش شيء خارق للطبيعة نعم هلأ قديش ارتفاع الموجة هاي على الأرض قديش بعد المحطة عن مركز الزلزال معادلة الرياضية مندخلها فبتبلش عندي تقول والله إنه المقياس الاختر بلش تسعة مفتوح هو الجهاز هلأ بتقول والله إنه مقياس الاختر اثنين ثلاثة ماذا يعني اثنين ثلاثة هي حركة طبيعية ما بشعر في حدا هاي يعتبر زلازل بسميها زلازل خفيفة أو غير محسوسة للبشر تحت الثلاث أنا ما بحس في هذا الزلزال إذا كان تحت الثلاث درجة كل يوم نسجل بالأردن تقريبا هاي الزلازل وشيء طبيعي وشيء طبيعي ومش بس عندك بالأردن مش بس عندك بالأردن العالم كله قاعد بسجل هاي الزلازل نعم وغير محسوسة وغير محسوسة وما فيه عليها ليش ليش مقلنا والله إحنا منسجل زلازل لأردن طب هو قديما صار كان يسجل زلازل بس إنت بالقديم ما كنت تسمع والله إنه زلزال قوة اثنين ونص ولا زلزال قوة ثلاثة ليش لأنه البني آدم مش عار فيه صحيح أثر سلبي على المباني ما صار عندك غير موجود إيه متبلش الأثار السلبية أنت بتحكي من زلازل في الأردن من خمس ونص أو ستة وأعلى نعم خالوا والله إنه صار زلزال في المنطقة الفلانية طب قبل ما كان صغير أكيد بخلال هالألاف السنوات الماضية ولكن ما مفر فيها بالضبط لأنه البني آدم مش عار فيه المباني ما تأثرت فما تسجلت بكتب التاريخ ما فيه تاريخ بيقولك أنه سنة الألف وثمانية وعشرين تسجل تسجل في الأردن زلزال قوة أربعة واثنين بالعشرة أو ثلاثة وثمانية بالعشرة بس هو كان موجود بس أجهزة رصد زلازل حساسة ما كان فيه موجود نعم هلأ وغير مخيفة وهذا الهدف بالضب الزلازل اللي عم تتعرض له وهذا الشيء بيأخذنا كمان على قصة دكتور مهندس عفوان إحنا كنا عم نحكي وتحديداً مرصد الزلازل الأردني أعلن أنه إحنا رصدنا أكتر من ألف واربعمائة تهزة في الأردن في المرصد صحيح؟ تمام تمام بدنا تشرح لنا أكتر إيش يعني أنا لما أكون عم برصد هاي الهزات وهل هذا الشيء يعني إنها صارت في الأردن وإيش الفرق بين قوة هذا الزلزال وشدته تحديداً أنه نحن لسه عم نحكي على هذا الإطار إيش يعني هاي الأرقام أنا يعني كشخص ما حفهم ألف واربعمائة هزة رقم مرعب بالنسبة إلي إن شاء الله سيدة هلأ الهدف إنه أنت تعطي المعلوم الصح نعم هلأ يوم صباح ستة ستة اثنين أربعة وثمنتاشر دقيقة معظم مواطني المملكة من شمال من شمال المملكة تقريباً لجنوب وحتى فيه ناس بيقولوا أبعد من هيك شعروا بالزلزال إذن هنا صار عندنا موضوع شدة الزلزال شعروا بالزلزال وخلل عندهم شعروا فيه هذا منسميه شدة الزلزال أنت بتطلع الزلزال هو مش بالأردن بس إحنا شعرنا فيه بالأردن إذا عندنا شعور كيف كان شعورنا للزلزال رج خفيفة صحيح إذن هذا الزلزال شدته قليلة هو شدة الزلزال مشاهدات عينية على البني آدم الإنسان كيف شعر فيه شعوره بالزلزال تمايل الأبنية تمايلت صار فيه عندنا دمار فمثلا نقول أنه هلأ شو شدة الزلزال على إيش بتعتمد كل ما أبعدت عن بؤرة الزلزال فبتقل شدة الزلزال نعم تمام هلأ أنت تكون أقرب إلى الزلزال أكثر ناس بيشعروا في الزلزال الناس القريبين جدا منه وفي عامل آخر مهم جدا لازم نعرفه شدة الزلزال شدة الزلزال بتكون كبيرة لما يكون المبنى غير يعني قائم على تربة رملية في منطقة رملية في هناك مياه جوفية طبعا كل ما وصلت قربت على مركز الزلزال بتزيد الشدة كل ما أبعدت عن بتقل الشدة قد يحصل دمار في مناطق بعيدة عن الزلزال لأنها لها طبيعة جيولوجية معينة احنا ما بنقدر نعددهم حاليا طبيعتها الجيولوجية بتساعد أنه صير فيها خلال وقد يحصل إلى أماكن أقرب بناء جيد منطقة جيدة ما بصير فيها مشاكل طيب احنا اللي من هلأ نرجع لموضوع الألف وأربعمائة هزل هزل هلأ خلينا نكون واضحين يعني احنا يبدو اللي صار فيه خربطة هلأ بالأردن بمرصد الزلازل الأردني منسجل هزات من كل مناطق العالم من الأسكا من نيوزيلندا من إلى أرجنتين والبرازيل منسجل عنا بس شو اللي بوصلنا يعني كل ما أبعدنا كل ما كانت الشد اللي عم توصلنا أقل أقل احنا بنسجل قوة في المرصد عندنا بنسجل قوة الزلزال نعم لازم يكون زلزال كبير جاينا من مناطق البعيدة مثلا أنا من نيوزيلندا ما رح أسجل زلزال قوة أربعة نعم بس بسجل زلزال قوة سبعة ليش الموجة بتوصل بتدخل نواة الأرض وبترجع لعندي زلزال قوة ثلاثة زلزال قوة اثنين بإندونيسيا ما رح أسجله نعم زلزال قوة سبعة ما سجله من تركيا زلزال قوة خمسة سجلتوا بتركيا فأنا إيه اللي صار إنه أنا سجلت قوة الزلازل اللي صارت في تركيا سجلتها عندي في المرصد نعم أجهزت حساسة أجهزت بتشعر بالمحيط فسجلنا سجلنا زلزال في نابلس قوة ثلاثة ونص نعم سجلنا زلازل عنا بالبحر الميت قوة ثلاثة ونص اللي بسوريا مرصد زلازل بسوريا ما رح يقدر سجل زلزال الأردن لقوة ثلاثة ونص لأنه ما رح يوصل لأنه ما رح توصل للأمواج اللي عنده نعم فالمرصد زلازل الأردن زي ما قلت لك هو متطور أجهزتنا حديثة شعرنا بالزلزال اللي تركيا سجلنا عنا الزلازل قوة خمسة ونص سجلناها في الأردن ولكن ما إلى أي أثر سلبي علينا في الأردن ما إلى أي أثر زلازل قوة أربعة تصلنا أجهزتنا حساسة بتطلع احنا زي ما قلت له في عين أجهزة بأقصى الشمال الأردني وعننا أجهزة بأقصى الجنوب الأردني احنا أجهزتنا في أقصى الشمال الأردني رح تسجل زلزال القوة أربع اللي في تركيا بس اللي في جنوب العقبة الغالباً ما رح تسجيل بتسجيل زلازل البحر الأحمر زلازل اللي في مصر زلازل اللي في السعودية لا سمح الله فهذا اللي بصير فتسجيل يا عفواً مهندس تسجيل هاي الهزات لا يعني أنها حدثت في الأردن صحيح؟ 100% ما حدثت هاي الهزات اللي هم 1400 هزة اليوم لما إحنا عم نحكي ما تسجلت في الأردن أكي ما تأثرت عليه ما أثرت عليه لا سلبي ولا إجابي تمام فالمرصد مرصد الزلازل الأردني تحديداً يكون عم بسجل زلازل على مدار اليوم على مدار السنة صحيح؟ تمام 100% لا يعني إنها نوجدت في الأردن ولا يعني إنها أثرت عليها صحيح وآخر معلوبة أنت كنت عم تحكي لنا ياها أنه أنا ممكن يكون في هزات بسيطة عم بتصير عندي حتى لو كان مركزها أو مكانها موجود في الأردن إذا كانت أقل من ثلاث لا تعني شيء ولا عليها أي خطر صحيح؟ مش بس ثلاث يعني حتى زلزال قوة 4.5 لا يعني شيء للأردن وقوة 5 ببلش يشعروا فيه ناس أكثر الدمار متى ببلش طبعاً لما نقول ببلش يعني أنا ما بعطيك رقم ليش؟ يعتمد بعدك على الزلزال نوعية المباني اللي أنت فيها نوعية المنطقة كاملة كجغرافية يعني خلينا نقول للمنطقة الكرك بتزغر لمنطقة المرج بتزغر لمنطقة كده كل المنطقة زي ما بحكوها الختيارية الأرض بتفرق بالشبر صح فممكن لا سمح الله جارك يعني يصحى على زلزال قوة 3 تقول له يا زل مصحيت جارك يصحى على زلزال قوة 4.5 صح تقول له أنا ما شعرت وكلامك صح وكلامه صح الأرضية اللي موجودين عليها تفرق البناء اللي إحنا موجودين فيه ممكن يفرق من الشيء الزلازل اللي بتخوف ما منسميها الزلازل المدمرة أنت بتحكي من قوة 6.5 وطالع يعني 6.5 6.7 يعني هاي يعني إن شاء الله ما تكون موجودة عندنا وما نشوفها إن شاء الله ولكن هذا اللي بصير وما في شيء لتخوف الزلازل شيء طبيعي يحصل دائما أبدا وحصل في الماضي ويحصل في الحاضر وسيحصل في المستقبل وكله بيضرب بالعالمين وما في داعي لا لا موجودة لا الهلع ولا الخوف أكيد أكيد ولا فيه إشي راح نقدر نعرفه بقرة الساعة ستة وبعده ولا بعد ثواني ولا بعد دقائق وما حدا بيعرف بعد ما يصير الزلزال إحنا وغيرنا بس منسجل وغيرنا ما في حدا بسجل نعم إذن كمان إحنا عشان نعرف مهندسنا سبل الوقاية زي ما أنت حكيت أو نقدر نستنتج منها إنه هي مش إنه ما يصير الزلزال لأنه زلزال شيء طبيعي أكيد ولكن سبل الوقاية راح تكون إنه أنا أكون جاهز وعارف كيف أتصرف وعارف كيف أعمل خلال وقوع الزلازل والأشياء هاي صحيح؟ أكيد سيدي هلأ مش بس الزلازل أي كارثة بتصيبك لا سمح الله يعني جرة غازة انفجرت بالبيت لا سمح الله صحيح لا سمح الله انقطاعك الطيار كهرباء أو حريق المدافئ الأمطار أحيانا قدوا دهمك يعني صار عندنا بالأردن قبل سنوات مش زمان يعني قبل قبل من عشر سنوات المياه دهمت المنازل في عمان صح في عمان في عمان اللي نحكي إنه أبنيتها ممتاز ودخلت عندنا السراديب في ناس توفت صح هلأ هاي تسمى كارثة الطبيعية أو كارثة إصطناعية يعني أهم بالضبط إنه نكون مستعدين أكيد الحل الوحيد إنه هدوء الأعصاب نعم الثقة بالنفس والثقة برب العالمين ويعني أدير بالي على نفسي أحمل آخرين أخذ احتياطاتي أعمل تمرين وهمية عندي في البيت أعلم أطفالي أعلم زوجتي إنه ما في مشكلة أنا وقعت إنكسرة نجلة ما في داعي أصراخ أنا باتصل بالدفاع المدني بحط المريض بناحية معينة بقدر ألمسه ما بقدر ألمسه هاي نحكي بالكوارث بشكل عام خلني نركز على الزلازل إحنا ما بنا نحط الزلازل بس هي الكارة الطبيعية الوحيدة في كوارث أخرى قد تؤدي بحياتي الناس أكثر إحنا المدافع اللي السنة اللي فاتت بالأردن قتلت أكثر من الناس اللي ماتوا خلال الزلازل الماضي ترجمة نانسي قنقر